السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا بحضراتكم مرة أخرى النهاردة إن شاء الله معدنا في المحاضرة الرابعة بنتكلم عن والتايتل بتاعنا النهاردة هو عبارة عن يعني استخلاص الحديد من الخمات بتاعته بتاعتنا اللي هنتكلم عنها النهاردة هي هنعرف بصفة عامة إيه الخواصة بتاعت الايرد خمات الايرد إيه هي الايرد من الايرد بيستلزم كم خطوة فإن شاء الله إحنا عندنا ثلاث خطوات أساسيين للايرد بتاع الايرد أول خطوة الدرسينج أوف ايرد بالعربي كأنها تجهيز الخامة هناخد الخمات بتاعت الحديد ونجهزها بعد ما نجهز الخامة هندخل على ردكشن أوف ايرد 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 يعني ردكشن أوف ايرد 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 هو أنا لما باخد الخمات بجهزها بيطلع لي خمات الحديد في شكل اكسيد الريدكشن أوف ايرن أورز معناها اختزال اكسيد الحديد عشان تروح لي تبقى حديد يبقى الريدكشن هو اللي أنا بجيبه الاكسيد أختزله أوديه للآيرن آخر خطوة اللي هي البرودكشن أوف ايرن بطلع الآيرن للصناعة ازاي في شكل ايه؟ بأمر الله دي العنوين بتاعتنا النهاردة اللي هندرسها في الليكتشر يلا بينا نبدأ يلا بينا اول حاجة لو انت فاكر احنا قلنا ان الايرن الالكترونيك كونفيجوريشن بتاعه هو عبار عن ارجون اتين فور اس تو ثري دي سكس لو انت خدت بالك هتلاقي ان انا عندي آخر ليفل آخر سب ليفل فيهم الاس تو والدي فيها سكس يعني ده معناه ان ممكن الايرن يوصل الاكسيديشن ستيت بتاعته اللي هو يبقى ايت يعني يفقد الاتنين بتوع الاس ويفقد الستة بتوع الدي ويدين اكسيديشن ستيت ايت لا طبعا وعشان كده ممكن ييجي يقولك ببساطة جديدة give reason اعت سبب لان ايرن differ from the other metal لان ايرن يختلف عن باقي عناصر الفيرس ترانزيشن سيريز والله اجابة السؤال هنا بسيطة جدا هتقوله لان ايرن عمره بحيوصل للاكسيديشن ستيت نمبر ايد اللي هما الات الكترون فيلنس اربعة اس تو وثري دي سيكس يبقى هو بيختلف عنهم لان هو مش حيقدر يفقد التمانية ويدين اكسيديشن ستيت ايت طب ما اللي هو بيدين اكسيديشن ستيت كام يديك اكسيديشن ستيت تو وثري طب وفي الحلقة دي لازم ابقى فاهم ان اي اكسيديشن ستيت اكبر من التو وثري ان اكسيديشن ستيت كامل مش مهمين بالنسبة لي وممكن ما تلاقيهمش كمان البرابرت المهمة التانية ان الايرن هو الفلز الاساسي اللي بيستخدم في الصناعات الثقيلة الايرن هو يعتبر رابع العناصر وفرة في الايرث كراست بعد الاكسيديشن والسيليكون والالومينا الايرن بيشكل 5.1% من الايرث كراست بيشكل نسبة 5-1 من 10% من الايرث كراست وخلي بالك ده في الايرث كراست في القشرة العرضية وانت داخل اتجاه الـ البرسنتج بتاعت الايرن طب الايرن موجود في صورة بيور ايرن اه بس الكلام ده في في المتيوريت الايرن موجود في القشرة الارضية في صورة ايه موجود في شكل متال اوكسايد وخلي بالك ده متال اوكسايد ايه كمان ميكسد مع اثر امبيورتز يعني مخلوطة مع بعض الشوائب الاخرى ايه اللي حدد لي اللي انا استخدم الخامة دي او ما استخدمهاش يعني امتى اقول ان دي خامة حديد ينفع استخلص منها الايرن او الحديد الفاكتور الاولاني هو الايرن برسنتج بتاع اللي في الايرن هل الخامة دي بتحتوي على نسبة عالية من الحديد ولا نسبة قليلة ما هلا ممكن اروح اصرف عليها فلوس كتير وفي الاخرى الاقي النسبة قليلة وبالتالي متبقاش مستهلة المصاريف نمبر تو الكمبوزيشن بتاع الامبيورتز ايه الشوائب اللي موجودة مع الخامة دي هل من السهل اللي انا اقدر استخلص منها ولا هتفضل موجودة معي ومش هتخلص منها هل هي ضارة ولا مش هتبقى ضارة بنسبة كبيرة الايتم نمبر فور او الفاكتور نمبر فور هو الامبيورتز اللي موجودة اللي هي الهارمفول المنت دي موجودة في شكل ايه نوحة ايه هل هي فوسفرس ارزينيك سالفر لازم ابقى عارف شكل الامبيورتز او الهارمفول المنت اللي موجودة مع الاورز على اساس لما اجد اتخلص منها ابقى فاهم هتخلص منها ازاي طيب ايه هي الايرن اورز عندي في اللي موجودة عندي اربع مصادر اساسية لخامات الحديد اول خامة اسمها الهيماطايت تاني خامة اسمها الليمونايت التالتة اسمها الماجنطايت الربعة اسمها السيدرايت طيب الهيماطايت تركبها ايه ايرن اوكسايت اللي هي ف اي تو او ثري طيب الليمونايت هي ايرن اوكسايت بس هيدريتد يعني مع مية فهتلاقيها Fe2O3 معها Hydrated Water اللي هي مية Wood Water طب الماجنطايت ده عبارة عن Iron Oxide بس Fe3O4 طب السيدرايت السيدرايت هو عبارة عن Iron Carbonate FeCO3 طبعا كل واحد من دولة ليه خصائص ليه properties اللي هي مطايت يقولك It has a blood red color عنده لون دموي It's more easily reduced ده سهل اختزاله بسهولة وبالتالي الهيماطايت هتلاقيه طالما هو سهل اختزاله هتلاقيه خامة أساسية في إنتاج من الحديد طب يا ترى نسبة الحديد اللي موجودة فيك كام؟ تقريبا من 50% to 60% طب موجود فين في مصر؟ في West of Aswan طب الليمونايت الليمونايت شكله ايه تقريبا يبقى Yellow Color هل برضه سهل اختزاله ولا صعب؟ لا بيقولك Is it reduced دي؟ نسبة ال Iron فيها كام؟ من 20% to 60% وموجود فين؟ في الواحات طب الماغنطايت الماغنطايت ده عبارة عن Black Ore وعندها Magnetic Properties طب نسبة ال Iron فيها 45% to 70% موجود فين؟ في East Desert طيب السدرائت السدرائت هو عبارة عن ايه؟ Yellow Gray Color طب نسبة ال Iron فيها من 30% to 42% وعادة ما بتلاقهوش في مصر بعد ما تعرفنا على خامات الحديد الأربعة أنا دلوقتي عاوز اعمل عملية Extraction استخلاص الحديد طيب هاخد الخامة دي اعمل بها ايه؟ عندي خطوات اساسية لاستخلاص الحديد من الخامات ثلاث خطوات اساسية الخطوة الاولى Addressing of Iron Ore تجهيز خامة الحديد طب بعد ما جاهزها اعمل ال Reduction بتاع Iron Ore من اتفقت ان الأور في شكل Oxide أو كربونيت عاوز اطلع Iron Metal فده معناه ان انا بعمل عملية Reduction طب بعد ما بطلع Iron Pure بقت في شكل Iron Metal هل هتطلعه للسوق في شكل Iron Metal كده بس؟ ولا هتطلعه في شكل مثلا الستيل اللي هو الفلاز او شكل الكاست اللي هو الظهر الحديد الظهر او الحديد الصلب دي عملية Production of Iron اول ستاب عندي اللي هي Dressing of Ore طب Dressing of Ore ايه غرضه؟ ايه الامز بتاحته؟ عشان يعمل حاجتين Improve the mechanical and physical properties بتاعت الخامة رقم اثنين هو Improve the chemical properties طب ايه هي Physical and mechanical properties هيعملها بثلاث طرق هيعمل Crushing للخامة هيطحنها كويس هيعمل Centering Centering دي عملية اسمها التلبيت هنعرف معناها دلوقتي Step number 3 هي Concentrating التركيز التلاتة دول كلهم عشان يحسن Physical and mechanical properties طب ما العملية Improve the chemical properties بتتم بكم طريقة؟ هي طريقة واحدة اسمها Roasting اللي هي بالعربة التحميص تحسين Physical and mechanical properties للخامات طب الكلام ده بيعتمد على كام ستاب بيعتمد على ثري ستاب الخرشنج السنترينج والثالثة اللي هي الconcentrating طب الخرشنج هي ايه؟ بسيطة جدا It's the process to convert large size or هحول الخامة الكبيرة في الحجم into suitable size لحجم مناسبة تعامل معه طب هتعامل معه عشان عشان اعمل عملية الـ Reduction طيب وانا بكسر الخامة عشان اجيب خامات مناسبة او حجم مناسب بيحصل عندي اللي بيتكون عندي Fine Powders كده أو Fine Particles بتبقى عاملة زي التراب كده الـ Fine Particles دي ممكن ما تدخلش متكونش مناسبة معايا العملية الـ Reduction فإيه اللي بيحصل بيعمل عملية Centering طب ايه الـ Centering Process It's the process in which Fine Particles of Iron are treated to obtain Large Particle عشان يحصل على Particle مناسب to be easily reduced عشان يدخل في عملية الـ Reduction بسهولة تالت ستاب اللي هي الـ Concentration Process أو الـ Concentrating Process It's the process in which the Iron Ratio increases in or by removing the most of the impurities الخطوة دي اللي أنا هشيل فيها الشوائب اللي موجودة مختلطة مع الخامة وبالتالي لما شيل الشوائب هتزود للبرسنتج بتاعت الـ Iron طيب الطريقة بتاعت الـ Concentrating Process بعملها بكام طريقة بتتم بطريقتين Surface Tension أو Magnetic or Erectritic Separation ومعليكش شرح الاتنين إن هو المنهك بتاعت قال لك الطريقتين يعني تبقى عارف إن الطريقتين Surface Tension أو Magnetic أو Erectritic Separation دول الطريقتين المستخدمين لعمل الـ Concentrating Process لخامات الحديد بعد ما حسنت الخواص الميكانيكال والخواص الفيزيكال أنا عاوز دلوقت أعمل تحسين للخواص الـ Chemical الـ Chemical properties اتفقنا إن هي ما بتتحسنش غير بطريقة واحدة اللي هي الـ Roasting Process طيب إيه هو الـ Roasting Process اللي أنا أجيب خامة الحديد أسخنها بقوة في الهواء في وجود الهواء It's the process of heating iron ore strongly in air وممكن يجي يقول لك Give reason ليه هي الـ Roasting Process هي عملية تسخيم خامة الحديد في الهواء هتقول له والله To increase the percentage of iron in the ore by three steps عاوز أزود تركيز الحديد في الخامة بثلاث حاجات number one Expelling carbon dioxide gas from the ore هتطلع الـ Carbon dioxide اللي موجود في الخامات وبالذات اللي هو موجود في السيدرائت اللي هي الـ Iron Carbonate طيب number two لو الخامة بتاعتي فيها رطوبة فيها مية لما أنا أعمل تحميص هتطلع المية اللي موجودة يبقى بعمل عملية Drying Drying of the ore from the humidity طب آخر حاجة Oxidation of some impurities هاوز أعمل أكسادة لبعض الشوائب الموجودة في الخامة وطلعها منها خالص طب الشوائب دي زي يمين؟ زي السالفر والفوسفرس يبقى ناخد خطوة خطوة منهم بالترتيب كده أول بروسيس اللي هي عملية Expelling of carbon dioxide gas from the ore أنا لو جبت السيدريت اللي هي Iron Carbonate وعملت عملية Heating هيديني Iron Oxide اللي هي FeO plus carbon dioxide أنا كده طلعت مين؟ طلعت carbon dioxide من جوه الخامة طب خلي بالك Iron Oxide ده اللي هو Iron 2 Oxide لأن Oxidation state بتاع Iron 2 Iron 2 Oxide لو أنت عملت له تسخيم في وجود الأكسجن هتعمله Oxidation حيديك الهيماطايت اللي هو Fe2O3 Step number 2 Drawing of the ore from the humidity عاوز أشيل أي ووتر موجود في الخامة طب أنا عندي خامة زي خامة مين؟ الليمونايت الليمونايت هي عبارة عن مين؟ عن Iron Oxide ماسك في Water molecule طب لو أنت عملية تسخيم بقوة في الهواء إيه اللي هيحصل؟ إن الووتر حيطلح في شكل Water Vapor ويتبقى لي برضو مين؟ الهيماطايت اللي هو Iron Oxide Step number 3 اللي أنا عاوز أشيل أي أمبيرتز طب أنا عندي أمبيرتز أساسية اللي هي السلفر والفوسفرس سلفر والفوسفرس عشان أشيلهم أعمل عملية Oxidation لو أنا عملت لو أنا عملت للسلفر سيديني سلفر داوكسيد وده يطلع في صورة جاز ولو أنا عملت للفوسفرس يطلع لفصورة فوسفرس بنتاوكسيد وده برضو جاز يبقى أنا عندي سلفر وفوسفرس موجودين جوه الخامة تسخنهم في وجود الأكسوجين سيطلحهم لفصورة جازيس ويسب للخامة من غير سلفر ولا فوسفرس كده أنا جهزت الخامة بتاعتي عملت عملية Trading وحصلت على خامة من Oxid من الحديد جهزة إلي أنا أخذ الخامة دي أعمل لها Reduction وأدخل بيها أطلع Iron Metal طب الReduction بيتم طريقة الReduction بيتم طريقتين طريقة اسمها Blast Fairness طريقة اسمها Medrix Fairness البلاست فورنس بالعربي بيسموها الفرن العالي وMedrix Fairness بيسموه فرن مدريكس طيب إيه اللي يفرق اللي اتنين هو العامل المختزل اللي أنا حاستخدمه عشان أعمل عملية الريداكشن في البلاست فيرناس الـ reducing agent هو عبارة عن كاربون مونوكسايد وده هيبقى المصدر الأساسي جاي من الكوك الفحم طيب في الميدريكس فيرناس الـ reducing agent هو عبارة عن حاجة اسمها الـ water gas الـ water gas هو مكتشر من الكاربون مونوكسايد والـ hydrogen طيب الكاربون مونوكسايد والـ hydrogen هايجولي منين؟ من الـ natural gas طب يلا بينا نشوف كل طريقة هتتعامل ازاي اول طريقة البلاست فيرنس البلاست فيرنس انا عندي دلوقتي اتفقنا اللي انا هجيب خامة الهيماطايد اللي هي بعد ما جففت منها الووتر وطلحت منها الكاربون دوكسايد وطلحت منها الشوائب هعمل ريداكشن بالكاربون مونوكسايد يبقى البلاست فيرنس هو ريداكشن بالكاربون مونوكسايد طب خلي بالك بقى الهيماطايد لما يحصل له ريداكشن بالكاربون مونوكسايد عند درجة حرارة above 700 حيديني iron metal ده كده دي اسمها عملية الريدوكشن ويطلع لي كربون دايوكسايد في صورة جاز يبقى انت هنا الكربون مونوكسايد تحول لكربون دايوكسايد بعد ما دخل في عملية الريدوكشن والهيماطايد تحول ل iron metal نتيجة الريدوكشن طب يا طرح السؤال بقى الكربون مونوكسايد ده انا جبته منين قالك اللي انا جبته من الكوك من الفحم انت جبت الكوك اللي هو الفحم اللي هو الكاربون عملت له اكسوديشن في وجود الاكسوجين وسخنته اعطاك الكاربون داوكسايد لما تاخد الكاربون داوكسايد ده في وجود اكسترا في وجود اكسس من الكاربون اللي هو الكوك وتسخنه تاني يديك الكاربون مونوكسايد الكاربون مونوكسايد ده هو ده اللي انت خدته استخدمته كريديوسينج ايجنت الستاب نمبر 2 هي مادريكس فيرنس طب ميدريكس فيرنس ايه القصة بتاعته هجيب الهيماطايد بس لو انت فاكر بقى هناك كنت بستخدم الكربون مونوكسايد بس في البلاست فيرنس لكن هنا هستخدم الكربون مونوكسايد مع هايدروجين دولت على بعض اسمهم الووتر جاز دولت اسمهم ايه الووتر جاز اول معمل ريدكشن بالووتر جاز الهيماطايد يتحول للآيرن متل حصل ريدكشن الكربون مونوكسايد يتحول للكاربون دايوكسايد والهايدروجين يتحول لمين؟ الووتر فيبر طب السؤال انا جدته ازاي بسيطة دي الووتر جاز بيجي من الناترول جاز اللي هو غاز ميثين الميثينجاز اللي هو الغاز اللي ماسي في مواصير البيت اللي هو الغاز الطبيعي اول ما تجيب الميثين وتعمله عملية هوuto يديك الووتر جاز اللي هو ايه الووتر جاز؟ كاربون مونوكسايد وه يايدروجينجاز وخلي بالك دي على طول بتيجي ساينتيفيك ترمى في الامتحان يقول لك ميكتشر أوف كربون مونوكسايد أند هيدروجين ده عبر عني هو الووتور جاز كده أنا خلصت عملية استخلاص الحديد طلحت الحديد في شكل آيرن ميتل بس يخلي بالك بقى أن الحديد اللي طلع عندي ده مش هو ده اللي انت بتشوفه في السوق بصورة نقية كده لأ انت بتشوفه في السوق في شكل منتجات طبيعية قابلة لاستخدام في الحاجات بقى صناعات سقيلة، صناعة الأواني، صناعة الأسلحة وهكذا عندك شكلين أساسيين لإنتاج الحديد هو الكاست اللي هو الحديد الظهر وعندك الستيل اللي هو الحديد الصلب يبقى الحديد اللي بيطلع من البلاست فيرنس أو الميدريكس فيرنس لازم أدخله في عملية ببرودكشن أعمله تريتمينت، أطلع الكاست وأطلع الستيل طيب الشكل الأكثر شيوعا بقت من منتجات الحديد هو عبارة عن الستيل طيب الستيل ده عبارة عن إيه؟ بيصنعوه إزاي؟ هو ببساطة حيجيب الفرن اللي هيصنع فيه الستيل حينظفه كويس قوي، حيشيل منه أي شوائب يبقى رقم واحد removing of impurities from the furnace حيشيل أي شوائب من الفرن هيعمل إيه؟ حيجيب خامة الحديد اللي هو طلعها من التو فرنس اللي هم البلاست أو الميدريكس ويحطهم جوا الفرن الجديد بتاعنا لإنتاج الستيل ويحط مع الأيرن نسبة معينة من الألمنت اللي هو عاوز يضيفها هو عاوز يعمل سبيكة مثلا من الكروم مع الأيرن فيقوم يضيف شوية كروم عاوز يدخل زينك، عاوز يدخل مانجنيس عاوز يعمل سبائك مختلفة من الستيل فيقوم يجيب الأيرن يحطه في الفرن ويحط معاه العنصر المراد إضافته على الأيرن عشان يديره الخواص اللي هو عاوزها طب عندنا كام فرن أو كام طريقة يستخدمه لإنتاج الستيل هم ثلاث طرق أول واحد اسمه الـ Oxygen Converter اللي هو ده number two اللي هو الـ Open Hearth Furnace اللي هو ده number three اللي هي الـ Electric Furnace اللي هو الصورة الثالثة وخلي بالك أن هنا الثلاث صور دولت للإضاح فقط أنت بس مطالب اللي أنت تعرف أن أنا عندي ثلاث أفران لإنتاج الستيل هو الـ Oxygen Converter الـ Open Hearth Furnace الـ Electric Furnace كده شباب نكون خلصنا اللي كتشر النهاردة وهي كانت اللي كتشر بسيطة بنعرض لكم الحلقات ديت عن طريق قناة بيزري فاميلي آرابيك عاوزك دلوقت حالا تنزل تشترك في القناة فعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية الباقية للمنهج كله بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته